اشتركوا في القناة يا عزيزي بتكتر الاهتمامات بهالشهر متل ما بتكتر الهموم فبتصير الكواكب بعض القلق هالشي بيقدي لثورة غضب ربما بس لازم تعلم انه اعظم علاج لثورة الغضب هي انك تأجله وتضبط اعصابك لمعالجة ما يطرق حتى تسيطر على العرائيل قيل انه مشكلة العواصف بتجي حتى مشكلة العواصف بتجي حتى تعرق للحياة بعضها بيجي تينظف الطريق ما رح تغيب الفرص والحظوظ يلي لح تتوفر وسط تنافر فلكي مع موقعين مواعكسين لإلك للأسف هن الثور والأسد مركور بمواجهة بورشاك بين 23 و25 ومارس بمربع آخر بين 21 و20 بعدين الشمس بين 23 و31 بالأسد كلها مواقع نافرة بالنسبة لإلك بتتسبب ببعض المشاكل والمصاعب وبتوضع قدامك التحديات كل شي بيعتمد على ردات فعلك تجيها أو بتتركها تصد عليك الطريق تصرفاتك هي اللي بتقرر بهالشهر كيف لازم تعالج الأمور لشك إنك تقبل على بعض التغييرات يلي بتحيرك في بعض الأحيان تطلب منك التكيف معه والتغلب على بعض نتائجها والتحلي بالصبر لكسب معاركك مع دعم بعض الكواكب البطيئة يعني ساتيرن وإيرانيوس ونبتون ومع حياد كوكب جوبيتير تشهد على نزاع مع بعض الفرقاء السابقين أو بعض يلي كنت تنتمي إليهم أو شركاء انفصلت عنهم ربما بتليق نفسك مضطر لشرح بعض الأفكار والتأثير على من حولك والتفوق بإقناع المحيط بوجهة نظرك وتقديم الحجج اللازمة لهالشي إذا بدنا نلخز هالجو أو نشوف كيف هالجو هالشهر منقول إنك بتخضع لإرادة الآخر الطرف الآخر بتضطر تسيره وتفهم ظروفه وتتفهم معه قبل اتخاذ أي قرار يعني بدك تتحلى بالليونة حتى تبتعد عن الخلافات بتكون الوطيرة بطيئة جداً ما بتشبه حماستك المعهودة وحرصك على بلوغ الأهداف بعرف بس لازم إنك تسير الأجواء والقدر بيساعدك على إنهاء مشكلة قديمة إذا تصرفت بطريقة هذه المشهد الفلكي كمان بتحدث عن سفر يمكن يقوم فيه بعض مواليد إدلوا وبساعدوا بساعدوا هالسفر على التصدي لبعض المعرقين كمان في جو بيوحلق لك بالطمقنينة ويمكن يصدر عن بعض الناس اللي بعاد عنك بدك تستفيد من تجارب ماضية بتساعدك على خلق بعض الأجواء الجديدة للضغط بخفء ابتداء من تاريخ 21 ولو أنا بالنسبة للحذر لازم نضل لآخر الشهر تباط كل الأعصابك انتبه من بعض المقربين حتى يمكن تكتشف حيلة بيرتكبها أحدهم وتكشف القناع عن هويات المشاركين بمكيدة معينة بس تكتم استيعاب ما يحصل بدون ضجيش بدون انفعالات هيده هي نصيحة الفلك هيده على الصعيد المهني شو بتقول الأفلاك على الصعيد العاطفي بفيديو آخر اشتركوا في القناة